انا جايب اول حالة اللي هي الحالة هدف النادي المصر بس هنوقف بس الاول هنوقف الاول بعد ينزل حدك هنا هشرح يا كابتن هشرح هنا اللعبة عشان ايه ما نقولش دي هدف او مش هدف من فضلك ما سمعت هتلي اللقطة الجانبية وسيب بس 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 كده كابتن بتكلم في المدى 11 التسلل بتقول ايه مطا يعاقب اللعب عندما يكون في موقف تسلل امتى انا عاقبه وامتى انا ايه ما عاقبوش خلي الحالة زي ما هي كده وقف اللعب يعاقب فيه تلات حاجات عندما تدخل في اللعب يعني ايه تدخل في اللعب بلال انت في موقف تسلل انا عاقبك ازاي لما تروح تلعب الكرة او تلمس ده اسمه تدخل في اللعب اول ما تيجي تلمس او تلعب برفع عليك ودي بتبقى سهلة اوي اوي لان اللعب لاعب او لمس ده اسمه تدخل في ايه في اللعب تاني عنصر في التسلل المد 11 التدخل مع المنافس ماذا يعني التدخل مع المنافس بالقانون المد 11 يعني منع المنافس مدعب الكرة كرة او القدرة على لعبها من خلال خد عندك تلات حاجات لاجين دولت اعقد خط نقط المنافس لو انت مهاجم واقف وده من المنافس من الفريق تسلل او التنافس مع المنافس او التأثير على المنافس دي كلها اسمه التدخل مع المنافس هنا عندنا لعب في موقف سليم اللعب اللي وراء وعندنا لعب في موقف ايه تسلل نشوف ايه هو اللي حصل عشان نقدر نقول القانون قال ايه في الحد في اللعبة دي هنمشي شوية نشوف اللعب اللي هو في موقف تسلل واللعب اللي هو في موقف سليم هنا اللعب في موقف تسلل بس هرجع تاني هرجع تاني معلش من نفس الزوج معه هو طالع يلعب دماغه بس توب هنا الرجل ده طالع يعمل ايه تداخل طالع يلعب از هنا بنقول التدخل هنا مع مين مع المنافس عارف لو اللعب ده كابتل ايمن وعف خالص. مش حاجة. حدف سليم. ولكن قلوا ان هو يطلع هنا. هنا انا الشناوي هنا. بيقلل قدرته. على ان الشناوي يلعب. وبالتاج هنا التدخل هنا. نعم. بياخد عين. لا هنا اسمه دأسيرة كده. انا لما اطلع كده بهذا الشكل. انا الشناوي يطلع بهذا الشكل. ده يقلل من قدرته على اللعب. بان هو يأثر على حارس المرمى. ده القانونة كانت نشتريف. ما فيش فيه زار. فيش في كلام. هنا احمد توفيق اشار على تسلل. نتيجة ان اللعب ده تداخل مع المنافس. اللعب الاخر في موقف سليم. فيش فيها مشكلة. ولكن هنا انا بحس باللاعب عندما تداخل في اللعب. او المنافس او الاستفادة من كونه في موقف تسلل. نجي لي حكم الفقر. لما حكم الفقر شاف الحالة. جاب الخطوط. هات للخطوط. الخطوط تعمل على عي اساسة كابتل ايمان. هات للخطوط بتاع ذو الفقر. لما خد النقطة خد من النقطة من مين؟ من اللاعب اللي هو راح مع الشنوة كده. خطوط تتسلل للفقر. للفقر. ده بس. هو هنا كابتل اللاعب اللي ورا دوت عليه مشكلة؟ لا. لجاب جون. ولكن لما عمر الشنوة هنا خد من اللاعب اللي كان في موقف تسلل. هو عاوز يقول ايه? يقول ان تسلل هنا على هذا اللاعب. وليس اللاعب الآخر. هنا احمد توفيق. تمركز رائع. تركيز رائع. مزبور. رابط كويس قوي قوي من هنا. لللاعب اللي هنا. اللي هو تدخل ايه? مع الشنوة. هدف. في القانون سهل. والقرار صحيح. محدش يقول لي اصل الشنوة طالع اه مش طالع. انا مش علاقة بالشنوة خارس في اللاعبتي خارس. انا ليه علاقة باللاعب ده. اللي في موقف تسلل انا امتى حزب. وبالتالي هنا هدف. ملغي بقرار الحكم المساعد. احمد توفيق. وبقرار الفوار. حد هيقول لي طيب كان ممكن الفوار يجب الحكم. لان دي نقطة التأثير. بقولي ان هنا طالما حكم الفوار قراره توافق مع الحكم المساعد. في التسلل يبقى ما فيش مشكلة كانت ايمن هدف ملغي والقرار كان قرار صحيح للحكم المساعد. وكان. العزيز السيد مش طرف القضية دي. لا هو. لا الترف اللي هو المساعد والفوار. والفوار. والمساعد خد القرار الصحيح. والفوار اكد. جماعة التسلل ما فيش فيه اكتهد. والمدى 11 بتوضح. عشان ما حدش يقول لي اصلي اللعب دوت عمل ايه? لا عمل. تدخل مع الحارس. اثر على الحارس. قال لي القدرة الحارس على اللعب.